السلام عليكم انا ياحي هلقاء بعنوان نصائح عملية لتعلم اللغة السويدية لا شك ان المدخل الاساسي لتعلم اللغة السويدية هو الدافع والدافع هو ناتج عن القناعة التامة بان اللغة السويدية هي العنوان الصحيح لولوج المجتمع السويدي بكافة ابعاده الاجتماعية العلمية التجارية والعلاقات العامة مع الناس واذا ما كدرت اذا ما نحن مقتنع اصلا انه هذا هو المدخل الاساسي فانت ما بحاجة اصلا تتعب نفسك وتتعب قلبك وتتعب الناس معك في تعلم اللغة السويدية مهما كان لديك مهارات اخرى حنبدأ بالنصيحة الاولى حقيقة وهي متابعة البرامج الدراسية المعدن من قبل الحكومة السويدية والحضور التام والتفاعل التام مع المدرسين وعدم التغيب وكذلك عدم الاستهتار والاستخفاف بهذه البرامج وعدم الاستحياء والتكبر كمان من حضور هذه المجالس بحجة عدم القدرة على الجلوس على المقاعد الدراسية بعد انقطاع طويل من النصائح المهمة جدا هو متابعة الراديو السويدي وحقيقة متابعة الراديو السويدي هو من انجح الطرق لتعلم اللغة السويدية بشرط الاستماع الدائم والمستمر والمتكرر ولو ما فهمت كل شيء بداية من هذه البرامج ولكن تعويض الازن وتعويض السماع على النغم اللي بيتكلم فيها السويديين وطريقة التعبير اللي بيعبروا فيها واللفز طبعا ممكن بنصح حقيقة بقناة معينة اللي هي القناة P-AT هالقناة بيكثر فيها البرامج الحوارية والبرامج الاجتماعية والبرامج التعليمية بيكثر فيها الكلام بعيدا عن البرامج التانية أو القنوات التانية الترفيهية الفريكفانس أو الموجة تبع قناة P-AT مثلا تختلف من LAN من مقاطعة لأخرى مثلا في مدينة ستوك هون 92.4 ميجا هاتش مثلا يافلي بورسلان مثال بولنس قطة قطة كما فيها 88.4 ميجا هاتش ومسلا مدينة يونشابينج أو يونشابينج سلان 90.1 ميجا هاتش اذا منلاحظ انه بتختلف الترددات باختلاف المكان وجود الشخص المتابع طبعا اذا كنت عم تتابع عن طريق الراديو اما اذا كنت عم تتابع عن طريق الراديو على موقع الانترنت فتبحث عن سفاريسراديو بونكت اسي وسفاريسراديو بيختصر بي اس ار الموقع سفاريسراديو بونكت اسي النقطة التانية هي متابعة التلفزيون السويدي تلفزيون السويدي فيه قنوات كثيرة فيه قنوات مجانية وقنوات مدفوعة ولكن انا شخصيا بنصح بي تيفي ات و تيفي تفو و تيفي فيرا هدول القنوات فيها برامج اجتماعية و فيها برامج حوارية و برامج تعليمية كثيرة ممكن تلاقيها كلها مجتمعها هي على الموقع الانترنت بعنوان ممكن مشاهدة البرامج من هنا كمان نصيحة ثالثة هي متابعة الجرائد السويدية لا شك ان الجرائد السويدية كثيرة وكل منطقة لها جريدة خاصة فيها ولكن اهم ثلاث جرائد السويدية موجودين هن الافتون بلاودت افتون بلاودت طبعا الى موقع مشهور و هي من على الانترنت و طبعا نسخة ورقية وهي من اقدم الجرائد اليومية مهمة جدا ثاني شي اكسبرسن جريدة الاكسبرسن و كمان لها موقع على الانترنت و فيه جريدة حقيقة مجانية الى موقع على الانترنت و نسخة ورقية و موجودة حقيقة ممكن تفتحها بصناديق خاصة موجودة في الشوارع و تحصل على نسختك الخاصة مجانية و اسمها مترو مترو هي نسخة اليوم من مترو فيك تحصل على المجالات شوف تفضلوا مترو و هي جريدة مجانية حقيقة توزع هاي بعض النصائح العملية اللي متعلقة باستماع اللغة تعلم اللغة السويدية طبعا بنصح كتير بموضوع متابعة الملتديات و الصفحات المتخصص للتعليم اللغة السويدية و المشاركة بفاعلية و طرح الاسئلة و المفيدة و الحصول على الأجوبة و خصوصا منتنا المتخصصين هاي نصائح سريعة بتمنى تكونوا استفدتم منها و الى لقاء قريب بإذن الله ببرنامج بحلقة أخرى و شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة